الحمد لله خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً صوره فأحسن صورته فجعله سميعاً بصيراً أرسل إليه رسله وأقام عليه حجته وهداه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً أحمده سبحانه حمداً موفوراً وأشكره شكراً من لم يرجو من غيره جزاءً ولا شكوراً أما بعد أخواتي الكرام تأملوا معي واستمعوا إلى هذه الآيات يقول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون تأمل لطف الله سبحانه جل في علاه بموسى عليه السلام ولكن دعونا نتأمل من الذي حصل بهذه الأم المسكينة يقول الله عز وجل بعد ذلك وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً فارغاً من ذكر كل شيء إلا موسى عليه السلام تفكر فيه ثم قال الله تعالى لو لا إن كادت لتُبدي به كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها عليه أن تتكلم وتُخبر الناس أنه ذهب لها ولد قال الله لو لا أن ربطنا على قلبها لو لا أن ثبَّتها الله أن صبَّرها الله سبحانه جل في علاه لتكون من المؤمنين ثم يأتي المشهد الذي يحتاج منا إلى تأمل وتفكر وتدبر قال الله بعد ذلك وقالت لأخته قصي أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلَّ بي شأنه من نواحي البلد لكن السؤال لماذا هذه الأم أم موسى أوكلت هذه المؤمَّة الخطيرة الصعبة لأخته وهي الفتاة الضعيفة ولم تُرسِل رجلًا من أهلها ليبحث عن ابنها في وسط هذا المجتمع الظالم القاتل والجواب لعلَّ من الأسباب والله أعلم لأن الأمَّة تعلم أنه لا أحد أحنُّ ولا أرَق ولا أشفَق للولد من أخته بعد أمَّه وصدقته الله فَخَرَجَتْ هَذِهِ هَذِهِ الْأُخْتِ تَتَعَرَّضُ لِلْمَخَاطِرِ وَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبْ عَنْ بُعْدِ ثُمَّ جَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَكَأَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ وَكَأَنَّهَا لَا تُرِيدُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وهذا من فطنتها وذكائها وحرَّمنا عليه المراضع من قبل فلم يقبل واحدة منهن هنا انتهزت الفرصة وقالت هل أدلُّكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقرَّ عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وانظر كيف ضحَّت هذه الأخت بنفسها في سبيل نجاة أخيها الصغير أيها الإخوة الكرام الوفاء مع الأخت الأخت هي الأم الثانية وهي اليد الحانية وهي الصداقة الحميمة وهي الذكريات القديمة وهي من ومن الأخت تحب أخاها وتتباهى به وتدافع عنه في غيبته وتنصح له في حضرته نجاحه نجاحها فشله فشلها وإن كان يمنعها أن تبوح بمشاعرها حياء النساء لكنه أغلى إليها من الماء والهوى تقول أم جميل بنت حرب في وصف أخيها أبي سفيان زين العشيرة كلها في البدو منها والحضر ورئيسها في النائبات وفي الرحال وفي السفر ورث المكارم كلها وعلى على كل البشر لم يمت أبوها من عندها أخ رحيم ولا تشعر بالخوف من عندها أخ عظيم ولا تحس بالقلق من عندها أخ كريم هو لها الفرح والسرور والسعد تفديه بالمال والزوج والولد جاء في كتاب محاضرات الأدباء قيل لامرأة أسر الحجاج زوجها وابنها وأخاها وقال اختار واحدة منهم اختار واحدة من هؤلاء الثلاثة فقالت الزوج موجود يعني ممكن يموت الزوج وتتزوج بدلاً عنه والابن مولود يأتي غيره وتلد غيره والأخ مفقود فقده لا يعوض قالت أختار الأخ فقال الحجاج عفوت عن جماعتهم لحسن كلامها ولحسن منطقها عفى عنهم جميعاً أخوها هو عزها هو ذخرها هو حماها هو نصرها لمن تلجأ بعد فقد أبيها إلا لسندها وأخيها الأخت أحفظ للود والجميل ويرضيها من الأخ القليل وفقدها لأخيها هو الخطب الجليل فتصبعه بعده كخيمة سقط عمودها فهي تميل ولا يخفى علينا رثاء الخنساء لأخيها صخر يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي فيا لها في عليه وله فأمي أيصبح في الضريح وفيه يمسي عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليها حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانتا له سترا من النار حسنه الألباني أيها الأخ المبارك أختك لحمك ودمك شرفك وعرضك فيها من الأم الحنان وفيها من الأب الرحمة لها المحبة والاحترام والتقدير وتستحق منك الكثير والكثير اسمع إلى تضحية جابر بن عبد الله رضي الله عنه كيف ضحى من أجل إخوته يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قفولنا إلى المدينة استأذنته وقلت يا رسول الله إني عروس تزوج قريبا فأذلي وقال لي هل تزوجت بكرًا أم ثيب فقلت تزوجت ثيبًا قال هل لا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله استشهد والدي ولي أخواتٌ صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدِّبهن ولا تقوم عليهم فتزوجت ثيئبًا لتقوم عليهن وتؤدِّبهن فنعم الأخ ونعم الإخوان الذين لا ينسون أخواتهم حتى في اختيار زوجاتهم ومما ينبغي على الأخي إخوة الكرام الدفاع عن أخته ومساعدتها في الحصول على حقوقها وعدم قطيعتها أيعقل أن يوجد في هذا المجتمع المسلم من يقطع أخته الشهور والسنين فهي لا ترى أخاها ولا تسمع صوته ولا يزورها وهي تتقطع شوقًا إليه وإلى أولاده ولذلك كما ورد في الأثر برُّ أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا على صلة أقاربنا وأخواتنا وأسأل الله عز وجل يجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولجميع موت المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على الموسرين والحمد لله رب العالمين